تحت أشعة الشمس الحارقة تبدو ملامح الإنهاك واضحة على هذا الطفل العراقي بعد رحلة شاقة وطويلة من قضاء تل عفر لا صوت يعلو هنا فوق صوت بكاء الأطفال صوت يكاد يتحول إلى أنين رتيب في ظل الحرارة المفرطة وانعدام أدنى شروط الحياة ليس لدينا ماء نشربه غالبية الأشخاص يستهلكون مياها غير صالحة للشرب معظمنا يقتاتوا على كميات قليلة من الخبز ليس هناك طعام نقتني وإن وجد فإن ثمنه باهد جدا كانوا يقتلون الناس ويحاصرون كل من يحاول الفرار ويطلقون عليهم الرصاص مشينا طوال الليل وتمكننا من المغادرة ظاهرة أمس ووصلنا هنا جائعين وعطشا عناصر الشرطة الاتحادية يعملون هنا على تأمين النازحين في انتظار توزيعهم على المخيمات ومراكز الإيواء وتوفير الخدمات الأساسية لهم معاناة النازحين يتقسمها هؤلاء بعيدا عن أهلهم وديارهم بدموع الفرح والتأثر التقى أحمد أخته النازحة من تلعفر بعد فراق دام لثلاث سنوات والله الحمد لله شكر هذه ثلاثة سنوات والله عظيم ما يشاهد يعني نحن فرد مراعلي نحن قاعدة هنا بس قوات الأمنية ما يخصر والله عظيم بارك الله بهم بجودهم إن شاء الله الله يرحم والديهم إن شاء الله في انتظار الضوء الأخضر لبدء عملية تحرير تلعفر الخاضعة لسيطرة داعش تبقى عملية نزوح 25 ألف عراقي على رأس أولويات الحكومة العراقية في ظل مخاوف من استخدامهم كدروع بشرية من طرف متطرفي داعش ترجمة نانسي قنقر